السلام عليكم طلاب بشأنكم شخباركم ان شاء الله بخير طبعا في هذا الفيديو راح نوضح لكم خبرين يخصا للطلاب طبعا اول خبر وزالة التربية نشرت وقالت على صفحتها رسمية ونفت كتاب مزور هذا الكتاب طبعا يتضمن اعادة تكييف المناهج بالنسبة لطلاب الصفوف المنتهية وغير المنتهية وهذا الكتاب يموضح امامكم النشر ومن بعدها التربية نفتل هذا القرار وقالت هذا مزور للكتاب فهذا الكتاب اي صحة مائلة هذا الكتاب مزور اتمنى انتباه منكم بخصوص التقليصات لحد الان مصدر اي خبر رسمي بخصوص التقليصة لحد الان اخر خبر قالوا بانه راح يرجع عن التقليصات بس مو مثل العام يعني التقليصات اكو هاي السنة بس راح تكون اقل يعني تقدر تقولون بنسبة 90% اكو تقليصات هاي السنة ان شاء الله في اي خبر يصدر انا هنزلئ لكم والخبر الثاني المتحدث باسم مزارة التربية يقول لا يوجد درجات اضافية لطالبة الصفوف الغير منتهية تمت مناقشة القرار في هيئة الرأي وتم رفض القرار بخصوص الدرجات الحرجة طبعا هذا الخبر يعني ما تقدرون تقولون هذا مو بشكل رسمي صدر يعني ما صدر ان التربية بشكل رسمي مجرد مسؤول بالتربية صلح بهذا التصريح وقال ماكو درجات اضافية للصفوف الغير منتهية اللي هم كل المراحل الابتدائية والثانوية بس ما عدا الوزاري يصبح لهم مراحل غير منتهية قالوا ما لهم درجات اضافية هذه السنة فان شاء الله اي خبر يصدر اسمي انا راح نزل لكم بهاي القناة لكم بشكل رائع بشكل رائع بشكل رائع بشكل رائع درسانوية اشتركوا في القناة